بساخدك بقى لحاجة مهمة جداً طبعاً احنا الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على الجنازة المهيبة لأسطورة كرة القدم على مستوى العالم بيليه وبيليه مش بس أسطورة يكاد يكون هو الأسطورة الوحيدة المتكملة زي ما اللي كنت بقول قبل كده لما اتكلمت وعلقت عليه واتمنى انه ايضاً أسرته يكونوا سمعين وتحديداً جوشوا ناسيمنتو ابن بيليه لانه موجود معانا عبر زوم يمكن موجود حالاً دلوقتي أو موجود معانا خلال السواني أو الدقايق القادمة احنا في مصر نقدر جداً هذا الرجل أو هذه الأسطورة لأن الأسطورة المتكملة ما كانتش مجرد أسطورة فقط على الملعب أو المستطيل الأخضر زي ما بيسموه بيليك أسطورة كروية ورياضية فضل مستمر حتى بعد أن ترك هذا الملعب احنا معانا على زوم من ساو باولو جوشوا ناسيمنتو بيليه أهلاً بيك أرجو أنه تتقبل مننا واجب العزاء في وفاة أهم أسطورة رياضية في العصر الحديث وهو والدك بيليه اللي في مصر أتمنى أنك تكون عارف حجم تقدير الشعب المصري لهذا الحجم الأسطوري في كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام هل تعلم كم يحب المصريين ويقدرون هذه الأسطورة الكروية الكبيرة والدك اللاعب بيليه؟ طبعاً عندي فكرة بالحكادي بس طبعاً ما كانش عندي الفكرة الكبيرة أن كل المصريين عارفين والدي بس طبعاً أول مرة أول ما أقول أن أنا برازيلي الناس بتسألني تعرف بليه فبقول طبعاً هو والدي طبعاً ألف شكر وبحترم جداً الاحترام والدي وأشكركم جداً على واجب العزاء يعني إحنا بالتأكيد شفنا الجنازة المهيبة والمراسل الاحتفالية الخاصة بتوديع بيليه ولكن يعني مهم عندنا أن إحنا نسأل بالتأكيد البرازيل تقدر بيليه وبالتأكيد سوف يكون ليه أو بالفعل يبقى ليه زي متحف كبير جداً يضم مقتنياته وما إلى ذلك هل تعتقد أنه يجب أنه العالم أيضاً قدر الإمكان يقوم بشكل من الأشكال الاحتفائية بهذه الأسطورة هناك بالفعل فيلم كبير جداً عن حياة بيليه تم إنتاجه وعرضه على إحدى المنصات السينمائية أو التلفزيونية إحنا بنشوف أنه من الوارد أنه يكون هناك مش بس فيلم وثائقي ولكن أن يكون هناك فيلم سينمائي يجسد حياة هذه الأسطورة إيه رأيك؟ أظن طبعاً كلام مضبوط لأنه فيه أكثر من حاجة فيه أكثر من حاجة أعرضت فعلاً أكثر من فيلم فيه فيلم عن حياته هوف سانتوس دي المدينة اللي نحن كنا عايشين فيها والنيدي اللي هو كان دلعا فيه وأظن طبعاً أن الشعب البرازيلي بيحبه جداً فطبعاً دايماً كان عندنا حاجات بتتعرض عنه وسيارة ذاتية بتعرض عنه ودلوقتي حتى فيه حاجات أكثر بتحصل وطبعاً دلوقتي بدأنا نسمع كلام أنهم هيحطوا اسمه على أكثر من مدينة هيحطوا اسمه في أكثر من ملعب هيعملوا التمثيل ليه ويحطاه في الميدينة العامة فأظن أن المسألة ديت هتفضل الناس بتتكلم عنها لأنه ما كانش ليه تأثير فقط في الكرة القدم هو كان ليه تأثير كمان في الحاجات الاجتماعية وفي المجتمعات العامة ما هو السر وراء خلود بيليه؟ ما هو السر وراء استمرارية بيليه كأسطورة حتى بعد تركه الملاعب الخضراء؟ ممكن أنا مش هقدر أتكلم عن أن أنا ابنه فطبعاً أنا شايفه أسطورة يعني شخص أنا دايماً بتطلع أن أنا أكون زيه طبعاً نفسي أن أنا يعني ممكن أقول أنه دايماً بيعمل الناس كويس دايماً أنه دايماً كل الناس كانت بتلجأ له علشان المساعدات أو علشان تاخد رأيه في حاجة دايماً كان بيعمل الناس بطريقة كويسة جداً دايماً كان متواضع جداً طريقته في التعامل مع كل الناس ما قلبه كان كبير جداً بيتقبل حاجات كتير جداً ممكن يكون دا واحد من الأسباب الكبير أن اسمه لحد الوقت الناس بتفتكره والناس بتحبه وتتكلم عنه كويس لأن قلبه كبير جداً وبيتقبل وبيعمل الناس بأدنية حسنة جداً بغير أنه كان فعلاً لعب كورة متمايز كلنا نعلم أو نعرف بيلي اللاعب الأسطوري نعرف بيلي الشخصية العالمية إنسانياً واجتماعياً في نشاطه الاجتماعي ونشاطه الإنساني لكن كل هذا الانشغال وفي ظل كل هذا الانشغال كيف كان بيلي أباً لأولاده أو داخل منزله هو كان دايماً بيحاول يبقى موجود معنا في البيت دايماً بيحاول نتفرج على التلفزيون سوى حتى في أيام ما كانش بيحب تماماً إننا نتفرج على كورة القدم كنا ساعة بنتفرج على فيلم على مسلسل بس دايماً لما كنا بنتفرج على الماتشاط كان هو بيتفرج على ماتشاط كورة صعبة شوية وأنا ما كنتش بفاهم قوي هو بيتكلم عن إيه في الماتشاط لأنني أنا مش شخص مولع بالكورة زي ما هو كان بس دايماً كنا بنتشارك مع بعض اللحظات الكويسة وكنا دايماً بنلاقي حاجة علشان نتفق عليها دايماً لم يحاول الأب بليه أنه يقنع جوشوى ناسمنتو بلاعب الكورة أو الوصول إلى مرتبة من مراتب كبار اللاعبين في يوم من الأيام لم يحاول إقناعك أو بعبارة أخرى البعض يظن أنه علي أن يجبر ابنه على أن تستمر أو يستمر هذا المشوار لا هو عمره فعلاً ما حاول أنه يخليني أعمل حاجة أنا مش عايزها هو دايماً كان بيساعدني أحاول ألاقي نفسي وأعمل حاجة أنا بحبها والحاجة أنا أقدر أعملها بكل حب عمره ما كان بيقول لي لازم تلعب كورة هو قال لي لو عايز تلعب كورة ممكن تلعب كورة لو مش عايز ما فيش مشكلة أنت جوشوى أنت ابني أنت مختلف عني ليك حياتك أنا مش هادر أفاضل ما بيني وما بينك أو أقول أنت لازم تكمل مشواري أنا دايماً هساعدك وهكون في ظهرك علشان تعمل اللي أنت عايزه فأنا كنت دايماً بحس إن دي حاجة كويسة جداً وبحترمها فيه ما أكثر ما كان يحب بيلي بخلاف كورة القدم؟ كان بيحب جداً أنه هو يكتمع بالناس كان بيحب جداً أنه هو يبقى خارج دايماً مع الناس وبيبقى بيتكلم مع الناس نعمل حفلة شواء كان بيحب يلعب تنس جداً كان بيحب يلعب جولف كان بيحب إيه تاني كان بيحب يغني كان بيغني كتير جداً مع والدتي كان بيحب المزيكة بشكل عام كان بيحب دايماً الحاجات الجميلة اللي بتخليه يحب الحياة كان بيحب يلعب جتار جداً كان بيعشق المزيكة هل جوشوا يحب المزيكة كما كان يحبها الأب؟ أنا بحب المزيكة بحب الموسيقى جداً بس مش مش هاخد الرسك ومش هخاطر وغني حتى كل أمريكا اللاتينية تحب الموسيقى والكل يحب موسيقى أمريكا اللاتينية مما لا شك فيه أيها طبعاً المزيكة عاملة زي الكرة فعلاً مزبوطة ما أكثر ما كان يغضب بيلي؟ نافيدا 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 نافيدا؟ يعني إيه؟ أكثر ما كان يغضب بيلي؟ أكثر ما كان يغضب بيلي؟ أكثر ما كان يغضب بيلي؟ هو دايماً كان بيبقى متدايق من حاجات بتحصل في البلد في البرازيل لما حاجات معينة في السياسة كانت بتحصل وساعات طبعاً حاجات في الكورة لما الفرقة بتاعته تبقى بتلعب وما بيقوش بيلعبوا كويس قوي بيبقى متدايق جداً ليه ما بيكسبوش وليه اللعبوا وحش في المواتش ده؟ كل الحاجات متعلقة بالفرقة بتاعته الفرقة الكروية بتاعته وطبعاً البلد العزيزة بتاعتنا كان دايماً بتدايقه لما بيحصل فيها حاجة مش مزبوطة بالتأكيد أشكرك وإحنا نتمنى أنه جوشوا ناسيمينتو بيلي يزور القاهرة هو وكل أسرة بيلي ضيوف أعزاء على مصر في القريب إن شاء الله أشكرك شكراً ألف شكر طبعاً ده شرف لي وأشكركم جداً وإن شاء الله هكون بزور القاهرة قريباً أنا عمري ما روحت القاهرة وأشكركم جداً على الاستقبال الجميل من البلد كلها وطبعاً حتى من الرؤساء ومن الناس اللي بتحب الكورة ومن الناس اللي ما بتحبش الكورة أنا فعلاً مبسوط إن حتى ناس من أفريقيا كلها حتى في ناس فعلاً وصلوا إن من مصري يبعثونا حاجات يقولولنا يقولولنا البقاء لله في بيلي وده طبعاً شيء أسعدني جداً وأشكركم جداً وده شرف لي شرف لينا وأنا يعني أعبر لك عن محبة المصريين بالكامل لبيلي كل الشكر جوشوا ناسيمينتو ابن بيليفي أول ظهور لأسرة أسطورة كرة القدم أو الأسطورة الرياضية الأكبر كان أول ظهور معنا في برنامج التاسعة على شاشة الأولى بتلفزيون المصري